السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم بس جديد بس يوم الخميس لما بيبقى يعني كده متاح إن شاء الله بطلع لكم بطلع لكم بس وليف الخميس نجاوب على أسئلكم ونجاوب على كل التساؤلاتكم فلينا كده نشوف بس فتح هنا ولا لأ ونتوكل على الله نقول موضوع النهاردة موضوع النهاردة هيزاع الناس كتيرة بس معلش هنعمل ايه نصبنا كده خلينا نشوف يلا بسم الله نبتدي عنوان البس النهاردة هنتكلم عن الزواج بقى وسنينه عارفين بقى القصة العظيمة دي الزواج وسنينه خليكم هنا القبس هنا خليني هكلم هنا وهنا بصوا جماعة احنا عندنا شوية ضوابط وعندنا شوية حقوق وواجبات المفروض ان احنا نعرفها كناس مخبلة على الزواج وناس نوية تاخد قرار الزواج يعني ماينفعش ااخد قرار زواج وانا مش فاهم ومش عارف اتعامل او فاكر ان الجواز ده انا لما اعرف اجيب شقة اقدر معارف يجيب الشقة عايز اقول لكم دلوقتي انا عايز اقول لكم من الردود اللي جات لنا رفضت العريس ليه رد شبابه قال اقولولي انا رفضت الجوازة ليه ما معايش ربع مليون عشان اخش واعمل ولا معايها مية الف ولا مية وخمسين الف ولا ميتين الف عشان اعرف اتجاوز بيهم يعني لما كون داخل على قرار زواج او انا ناوي اتزوج في حاجتين ان انا يكون عندي الفهم الفهم عن منظومة الزواج انا هتعامل ازاي وهتعامل معها ازاي الموضوع مش موضوع عفش ووظيفة والوظيفة اللي انا جايبها هي وظيفة كويسة بق فالوظيفة الكويسة دي هتخليني ما شاء الله اعرف اصرف على البيت وخلاص قادر اجيب عفش وشقة وخلاص ده لو عارفه يعني سوالله العاون للشباب اللهم امين والتيسير من اهالي العروسة للعريس اقوله امين طيب مش ده الموضوع الموضوع ان انا بقى فاهم انا مين المفروض بتجوز ازاي وبتجوز ليه اصلا واتعامل مع بنت الناس اللي جاي دي ازاي وهي نفس الكلام يعني انا دايما بقول انا دايما بحيي الام حقيقي بجد يا جماعة الست اللي بتبقى مربية بنتها على انت زوجة مش انك هتبقى زوجة وبس عشان لو ما جاشت زوجة تصدم مقصودش كده اصد ان هي معديها اليوم زي ده مش بيبقى الاعداد بان انا بعد اجهز البنت واعد اجهزها بمش عارفة بكم طقم ملايات وكم طقم مش عارفة ايه والحاجات بتاعت البيته وكمالياته او اساسياته وهي ذات نفسيها داخليا مش معد ان هي تبقى زوجة ولا فهم يعني ايه زوجة عمالة تعايت كلما يقول لها زوجة حاجة تعايت كلما تيجي مشكلة تعايت وروحني لامي وعايزة لامي هو نفس الكلام فاكر ان هو عليه بس يجيب الماما او يشتغل ويجيب المصروف اكله وشرب احمد ربنا ما خلاص ما انا كده معايا ايه لا ده مش جواز احنا علينا مسئوليات تجاه بعض احنا علينا حقوق وواجبات تجاه بعض لازم نفهمها ولازم نعرفها ده شيء مهم طيب النقطة التانية اللي انا حاب اتكلم فيها ودي نقطة معلش سامحوني انا بكررها كتير اه وهعمل فيها سلسلة كبيرة يعني هعمل فيها سلسلة تخطب الزوجات وتخطب الازواج اه الزوج المغترب يعني اما يطلب مني الازواج ان انا ورجال ان انا اتكلم فيه اه دور المرأة كزوجة مع زوجها المغترب طيب خليني ابتدي بيك واجي بيك وعملك وعملك انت الضحية في البداية كده واقول انت كمغترب المفروض تعمل ايه لزوجتك انا كمغترب المفروض ان انا اعمل ايه انا عارفة ان هم الله يعنهم وشغلين اتناشر ساعة وطلاتاشر ساعة ودوام في دوام ممكن يأكل معلبات ولا سندوتش معرفش ايه وينام على ايه عشان يوفر لامراته والزوجته والعياله حياة كريمة وحياة يتعلمه كويس يقلوا لقمة كويسة وهكذا جميل جميل ان احنا نعمل حاجة زي كده لكن الاجمل من دوت ان انا اراعي البيت والاسرة يعني هي ما جاتش على خمس دقايق ده بقى الواجبات لكل مغترب يسمع مني انت عليك على الاقل كل يوم خمس دقايق لكل عيل من اولادك تشوفهم زوم ولا تشوفهم كاميرا وتسلم عليهم ازايكم عاملين ايه الحمد لله كويسين سلام عليكم كويسين ادعي سلام خلي بالك من امك ما تعزبهاش اللي بعد اللي بعد خمس دقايق وليك عشر دقايق يا سيدي ما بقترش عليك يعني هي بجملة ان عارفة ان انت تعبان وعارفة ان انت هي كمان شايلة حمل وهي كمان بتبقى محتاجة فقط فقط الدعم المعناوي قبل الدعم المادي انا مليش جاوب الناس اللي مش اسوية على فكرة ايه يقولك ايه اصلي فيه زوجة الزوجة دي ما عارفش بتعمل ايه وهي اهم حاجة عندها الفلوس ودي واحدة هبتكلمش عن الناس اللي مش اسوية انا دلوقتي بتكلم عن الناس الطبيعية الناس اللي مش هقول لواحد لو حالته نتكلمها بخصوصياتها بحلولها من الدعم عشان تعرف تواصل في بقية الحياة مع اولادها وشايلة حمل قطر خيرها وقطر يا ستة الله ربنا يجزيكي خير لكن لا رعيها ولا رعي امورها ولا رعي ظروفها واجي بعد كده اتكلم على نقطة مهمة واقول ان اصلها مقصرة اصلاة ما نشعارف زوجتي فين لا كل يوم لازم تتابع زوجتك وتقعد مع العشر ده اسمع منها تفاهمها لما تيجي تكلمك في مشكلة وانت على طول بتقول هي ما بتحكي المشكلة تحكي المين هي مستنية راجلها مستنية الراجل المفروض ان هي مسؤولة منه امام الله سبحانه وتعالى سندها دعمها اللي معا القوامة الراجل بتاع البيت مستنية علشان تاخد رأيه وتشوف كذا وتقول له حصل امام تقول لي مين يعني هي متضايقة ومتنرفزها استحمل دقتها وانت لو انت نفس الكلام هي تستحمل دقتك هو ده الحل خلاف كده مش نعرف نعيش خلاف كده هتبقى الحياة واي كلمة الزوجة تقولها واي كلمة الراجل يقوله خلاص لهو مستحملها ولا هي مستحملها وده موتة صراحة يعني انا 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 شايفة يعني يعني معلش سامحوني انا شايفة ان الامر ده بيبقى يعني محتاج نوع من انواع شوية شوية من حب عليك وحب عليك لكن اجي اقول ان لا انا خلاص دوري انا حرام انا مطحون انا كذا انا كذا انا كذا ده اطلب بينك فقط ربع ساعة كل يوم قبل ما تنام افتح زوم لزوجتك وعيالك متجيش بقى بعد كده تقول هو ايه اللي حصل اما تكلمني والله انا مش عايزة يعني اتنرفز ولا عايزة عيط شايفة اما تكلمني زوجة وقلتلكم فانا بحل مشكلتهم دلوقتي بقى لي ثلاث أسابيع كويسة وصلحة وانا عارفة ان هي كويسة وتبكي تبكي وتقول لي يعني ايه ما يكلمنيش يعني ايه ما يرعيش يعني ايه ما يسمعنيش امال مين يسمعني الزقاب بقى اللي بيخشولك عن طريق الروتر بقى الزقاب يعني تسمعها بقول ما بكترش عليك انا لا يعينك الله يعينك ويعينك في غربتك ويا رب يرجع كل مغترب لبيته والزوجته والعيال ويا رب الله مأمين ويرزقهم من خيري الدنيا والآخر وبقى عندهم خير الدنيا والآخر لكن اجي الابو السلاقي ان هي تعود نقص ان زوجها كذا في واحد جاي لها مش عارفة فين ولا مش عارفة سمعت في فين برا ولا بتتعامل ما هي دايرة الامر والمصالح غلط يا جماعة غلط ما ينفعش دي نقطة وزي ما بطلب منه يا دي الزوجة وبدأت بيه هو عملته الضحية رقم واحد وزي ما بطلب منه انه يعمل كده انت كمان انا بطلب مني انت نقتتق الله في بيتك وعيالك وتقفلي كل باب شر دي شر وتقفلي باب كل حد بييجي عشان تيجي في الآخر تعالت تقولي ايه طب ما انت اللي فتحت الباب اتقي الله وما تعمليش كده وخليك ببيتك واولادك وطلبي من زوجك صراحة وقولي له والله هوقفك امام الله لو اثر في النقطة دي انا ان شاء الله باذن الله هعمل سلسلة لموضوع المغتربين وباذن الله تعالى يا رب نحط كل مرة وصايا كده بس خلينا نبتدي على الاقل ان يبقى فيه حوار بكسر حجز الصمت دوت ويبقى فيه حوار وبعد كده نقول ان شاء الله الوصية اليومية او نحط مثلا مستهدفات مثلا قيمة اسبوعية او مهمة مثلا على مدار اليوم والليلة او ممكن نحط مثلا هدف شهري ان شاء الله باذن الله نعملها سلسلة من 6-7 حاجات وندعو الله يعني يخلصوا بسرعة ده جزء الجزء التاني اللي انا حابة اتكلم فيه يعني موضوع ان انت تحقق احلامك في اولادك طب يجي نعدل الجملة اللي انا بقولها دي ما تيجي تحقق احلامك وتحقق وتخلي ابنك يحقق احلام ايه رايك ما تحقق احلامك انك تحقق قلم ابنك مش قلمك انت في ابنك يعني دلوقتي كل اب وكل ام دلوقتي شايفين انا انا عارفة عارفة والله حرص الابات وعارفة قد ايه كل اب وكل ام بيبقوا حرصين فعلا انه هم يخلوا اولادهم في اعلى مستوى يخلوا اولادهم في افضل شيء ده شيء طيب وانا يعني يعني انا اقول ايه بس ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يعين كل اب ام انا هجاوب على الاسئلة بس ما تلقبطونيش خلينا اقول اللي هقوله وبعدين هجاوب عليكم ماشي لكل اب وكل ام بيبقوا حرصين فعلا عمى اولادهم ومستقبل اولادهم وعايزينهم في افضل حال وعايزينهم في افضل مقال انا معاكم لو اب وام وعين لان ساعات بيبقى المربي مربي سام وبيبقى اللي قايم على التربية اول اللي محتاج علاج وان الابناء يعملوا دراسة انا فكرة بكده وكانت مقالة لسه مترجمة قالوا ان العيادات اللي بيجولهم بمشاكل الاولاد بيلقوا ان اللي محتاج العلاج مش الاولاد الاب والام او المربي اللي موجود لان هم بطريقتهم الغير سوية ومعاملتهم السمة بيدروا للطفل اللي بيربوه تعمل بقى دراسات وحاجات كتيرة عالكلام ده انا نفسي والله يسمعوا الكلام ده انا نفسي ان احنا نحقق عايز تحقق احلامك حقق احلامك بتحقيق حلم اولادك وجههم انت عليك توجه بس اشوف شغفه فين شوف هو عايز يعمل ايه اما يبقى يعني شاب زي الفل ومسلا في تالتة سنة ومش عارف هو عاوز ايه كارس والبنت مش عارف او ماشيين على النمطية لا مرروا على كذا حاجة اشرح له الامور شوفه له الدنيا المجال ده كذا والمجال ده كذا والمجال ده كذا وخليهم هم اللي يحققوا اللي جواهم لكن انت تضغط عليهم بالامر ده صعب جدا جيلي بنت ما هو ما بيشوفوش السبب الحقيقي يعني ما تيجي بنت مثلا بتشتكي في جامعة بتشتكي مثلا من ابو ام وكذا السبب الحقيقي ان الاب والامة عايزين احلامهم هم فاولادهم هم في الاولاد والاولاد اصلا رفضين حاجة زي كده طيب بصوا اما تيجي البنت مثلا تقول لي ايه والله يا دكتور هالة اللي بيحصل الامر سيء جدا ابويا بيتعمد يضربني وبيتعمد يهني هو وامي قدام صحابي بالله عليكم دي ترد عليها بايه ابويا وامي بيتعمدوا ان هم يضربوني ويئزوني ويهزقوني ويصغروا مني قدام صحابي فما بقيتش اجيب حد ما بقيتش اجيب صحاب ولا بقيتها صاحب ولا بقيت اجيبهم البيت بسبب ان انا عارفة ان ابويا واميها يعملوا كده دي كده يا جماعة يعني يعني انا كنت قلت ان الجيل ده اندصر صدقوني انا قلت ان الجيل ده اندصر بقاش فيه حد كده واللي موجودين دلوقتي سواء اباء وامهات يعني على الاقل عندهم قدر من الوعي ولو صغير انت بتئذي ابنك انت انت مش بتئذي لا انت فعلا بتئذي ابنك وبتئذي بنتك بحاجة زي كده دي يعني نخلي بالنا منها ان شاء الله باذن الله يعني في الفترة الجاية هيبقى فيه مجموعة من الاسئلة والتساؤلات خاصة بالشباب عملتها لكم ملف كده بإذن الله ان شاء الله نطلع كل مرة نجاوب على سؤال او سؤالين منهم الناس اللي بتسأل لا احنا بصوا احنا يوم الخميس احنا متفقين ان فيه دايما لايف يوم الخميس تمام كده ساعات بنعمله معاكو هنا على الفيس او اليوتيوب وساعات بنعمله على يبقى معنا ناس على الزوم حابة احبط لكم بعد كده رابط الزوم عشان نخش نهايس بعد ما نقفل اللايف اللايفات اللي زي دي لكن حلقات البرنامج معروفة حلقات البرنامج الموعيد بتاعتها يوم السبت في القناة ازاعة التناصح في رحابها حد واثنين وثلاث على قناة وطن بيوت منور اما اللايفات دي بتبقى على الفيس وبيبقى رابط القناة التانية هحطته لكم ان شاء الله في الوصف التوصيب بتاع الفيديو القناة اليوتيوب التانية القناة اليوتيوب التانية دي بيبقى عليها كل اللايفات اللي خارج الحلقات او الحاجات اللي انا بعملها عشان اجاوب عليكم على الاسئلة اللي انتم بتبعتوها تمام كده لص طيب هنعمل حلقة للبنات احنا هنعمل دورة للبنات المقبلات على الزواج يعني ان شاء الله قال لي ده بداية تدشين واعلان ان احنا هنعمل دورة هنا في اسطنبول ونحاول نخلي حابد منها يشترك يحضر معنا زوم اونلاين اوكي لكن احنا هنعملها هنا في اسطنبول قريب بإذن الله للبنات والشباب وحنعمل اسئلة ونشوف الورش هتبقى عاملة زون هتبقى لايف بإذن الله او هتبقى زوم للناس اللي اشتركوا وهتبقى اونلاين حضور فيس تو فيس للناس اللي هنا تمام كده ايه تاني عايزين ايه انت خسيت ازاي ما انا قلت ما انا قلت في فيديو قبل كده انا خسيت ازاي قلت قلت بقى وخلاص وانت هنا عليكم برقم دكتورة غيادة في الفيديو شوف انت خسيت ازاي وهتلاقي رقم دكتورة غيادة وكلموها تتكلم واطس بس لا اسئلة القصة دي طيب خليني خليني اقولكو كتبتنا حزينة لي كتبتنا حزينة لي طيب خليني استخير طيب اقولكو ولا لا اولا اينية يعني بس اعدد نوايا او اجدد نوايا انا انا هقولكو او اجددكو عالسؤال ده بنية ايه اه تمام يعني خلينا اقول بنية ان احنا نتعلم حصن الظن والثقة في الله عز وجل هحكي لكم موقفين اه موقف اه يعني عشان بس نسق ان قدر الله كله خير يعني اول موقف اه مستخرش برضه اقوله ولا لا طيب خليني استخير عن موقف ده بعدين برا برا اللايب بعد كده وبعد كده نبقى نقوله لانه تعتبر حياة خاصة يعني لكن شاهد ان ان الواحد بيبقى فاكر ان فيه ده فعلي سيء او قدر او ابتلاء او كذا وهو والله بيبقى رحمة بس احنا بس احنا اللي مش شايفين وان يبقى قدر ربنا وفعل ربنا هو الخير بس احنا اللي مش واخدين بنا اما الموقف اللي انا حزينة ليه لان حصل موقف ناس ازك بالكلام وباللسان واتهمونا في نويانا والكلام ده وكلام بقى وانتو عارفين يعني خيركم من خلط الناس وصبر على ازاهم لكن انا عندي يقين ان الله يدافع عن الذين امنوا الواحد طالما نيته وصفيا ونيته خير الله سبحانه وتعالى يعني بيدافع عنه وضيق الصدر والكلام ده علاجه زي ما قلنا في التسبيح والله الله ربي ولا اشرك به شيئا والسجود قد نعلم نهادك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم يعني حاضر موضوع السبع تمرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات الصبح وسبع تمرات المغرب يقيه من السحر والله يا جماعة اوسيكم بالبقرة والأسكار اوسيكم بالبقرة والأذكار أذكار الصباح والمساء مهمة جدا خصوصا في الوقت اللي معلم بيه لربنا ده ضحى علي بتقول جدتي توفيت من أسبوع وكان نفسها تشوفنا بس هي كانت محجوزة حبيبتي الله يا ربي يكرمها ويجعل مسواه الجنة ويتقبلها في الصالحين ويدعو لها وطلعو لها صدقة افضل ما يوصل للمية الدعاء والصدقة الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير طيب ألقاكم ان شاء الله عندنا برضو بس غدا هنتكلم فيه بقى عن الرتابة هنتكلم فيه عن الملل والرتابة وازاي نرجع سعداء تاني هنحتاجين الطاقة دي آية محمد بتقول أنا عندي 17 سنة ولبس انك يالو 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 في شاء الله يا آية الله مبارك اللهم مبارك ربنا يكرمك ويزدادك ستر وطقوة وعفة وطهارة يا رب الله ومأمين ربنا يبارك فيك يا آية جهاد نصر بتقول تعملي حلقات عن الزوج المختار أيوة هنعمل سلسلة بإذن لا جهاد تنصحيني بالخطوبة في سن كام سما السن المناسي اللي بتوبقي انت حاسة ان انت فيه أنا قادرة انه يبقى فيه حد في حياتي يعني أنا قادرة انه يبقى أنا هبقى ينفع أكون دلوقتي قدي واجبات كمخطوبة وكزوجة يعني يعني نضج عقلي نضج فهمة إيه اللي ليك وإيه اللي عليك الحاجات دي مهمة جدا لكن بياضة لأ موريتاج بحبت جدا أحبت جدا يا موريتاج إسراء معلمتنا ما الحل لنحاول ويصدون وتجهلون طلعوا علينا بالصوت العالي أنا أعمل إيه هنقول إن شاء الله على فكرة هنجاوب كل فترة المرة الجاية على السؤال أو سألين من أسئلة الشباب مين مش عارفة مين أسماء بتقول قالوا لي خلاص طلع طلع يا سؤال ما تستنوا يا جماعة علي مش عارفة مش عارفة تجيب الأسئلة طيب أسماء بتقول جاوبيني من فضلك عندي 12 سنة وقالوا لي صحباتي عن الصفحة تبعك أسبوع كنت بدور عليك تبعك لو وصلتي هوا يا أسماء أنت وصلت الحمد لله ألف نهار مبروك إنك وصلت حمد الله على السلام ياسمين تحية لك من سوريا الله كرمك يا ربي يا تسنيم أنا من الجزائر مين ديش دي ديش بس عليها أكسون ما عرفش إيه الأكسون بتاعتها أنا من الجزائر بحب كتير أحبكم الله دكتورة آية جابر منكم حدثت الكلمة عن حقوق أجبات الزوج والزوجة أيوة إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هنقول الأساس وبعد جدا نطلع عن مختربين ينقوا سواب علشان أنا قلبي بيوجعني جدا من الحاجات دي وأنا كلية جاي لك عريس ألاء سمير جاي لك عريس دبلوم ونتي كلية شوفي فكره شوفي فكره يا ألاء شوفي فكره وعودي معاه وشوفي هو متفتح مثقف بيعرف يدير الأمر جاي مثلا بسبب إن هو ما كملش مش شرط يعني بس ممكن يكون متفتح مش هيبقى فيه نفس سنة لإن ممكن الزوجي نفسا من الزوجة اللي أعلى منه طبعا جدا ممكن الزوجي نفس من الزوجة اللي هي بدرسة أكتر منه ولا هي نجحة في حياتها آه آه بنحسر وبنشوف سواداته بيحاول يكسر فيها ويبهدل فيها طول ما بيشوفها مثلا هي أفضل منه أو أحسن منه ومشوف ناس تانية سوية جدا والعكس بتبقى سبب إن زوجاتها نجح وطلعوا بيبقوا هما اللي بيحسوهم على كده فأنتي عودي معايا وعودي معايا لأ وشوفي وضعه إيه مخه متفتح ولا لأ نفسيته حلوة ولا هيعد يعمل عليك ولا هيحاول لما يلاقيك مثلا عاليتي شوية أو مش عارفة شغلك إيه فابتدي يكسر فيك عودي معاه قيمي واستخيري ده شيء مهم موضوع الدراسة عندي أهم حاجة العقل والتفكير ده أهم حاجة عندي من الكلام ده أمنية بحبك جدا ربنا يرد عنك حيبت الرحمن اتمنى يا دكتورة ونفضلك نعمل حلقة عن الزوج وحقوق حاضر يا عم حاضر حاضر كل ده هنعمل هنعمل ونتكلم إن شاء الله الفترة الجاية قلنا سلسلة الأزواج المغتربين بإذن الله يعني قلت أطلع كده النهاردة بسرعة أقول لكم قبل بقى ما ننشغل الفترة الجاية عندنا مفجآت كتيرة جدا الفترة الجاية ده الله سبحانه وتعالى يعيننا وارزقنا السكة والإخلاص في إتمامها يا رب جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته